ومعاكم عزوز منقي وأسعد الله أيامكم بكل خير طبعا عنوان يكتبوا النهاردة هنتكلم عن لو عندك سد عدلي لو عندك سد عدلي سواء كانت الرأبة سواء كانت في جراعة سواء كانت في ربطة أو أي كانت في الأماكن اللي عندك فيها سد العدل أنا أقول لكم يعني أنا مريت بكده وأقول لكم بقى إيه علاقة السد العدلي ده إيه ممكن أنت تعمل السد العدلي ده ممكن أنت تشلكه إزاي تسلك السد العدلي يعني مثلا أنا عندي سد عدلي في الرأبة هنا في المنطقة ديها أجيب أسلك مثلا هبدأ بالرأبة لو عندك سد عدلي هنا تعارف مثلا تنف بالرأبة تعارف تنفقها فيها حلقة بسيطة ممكن تعملها عشان تسلك المنطقة دي أول حاجة تعملها هتحط إيدك كده وتعمل كده يعني لمدة ثواني أو دقائق لحد ما تثبت معاك لحد ما السد العدلي يفق معاك أنا مريت بكده وعملت تغارب دي وابتشرتها بنفسي وبصراحة جابت نتيجة معايا سد العدلي هنا مثلا متعارف تنف في الرأبة هتعمل كده أو يوم ما كده تلفها بالراحة لو متجايا معاك تحاول تلف الراحة يعني سد العدلي ازاي نتسلك السد العدلي في منطقة الرأبة ومنطقة دي وهلقم كل حاجة بالتفسير يعني عشان تسلك السد العدلي مثلا في الرأبة هتلف كده بالراحة ولما متجايا معاك يعني بالراحة كده في الحال هتعمل كده هتعمل كده هتعمل كده هتعمل كده هتعمل ايه بالرقبة انتظرونا لو عنده السد العدلي مثلا في منطقة دي منطقة دي هتعمل ايه هتعمل كده واتفق معاك وطبعا هكده هو العنوان الفيديو ازاي نتسلك السد العدلي عنده السد العدلي تعمل ايه من غير مرهب من غير اي حاجة انا مريتك كده وعملت الحركات دي واحد وهكده هو العنوان الفيديو عندك السد العدلي في ايه منطقة دي هتعمل جاي ما نعمل يعني مثلا السد العدلي هنا هتعمل كده هتعمل كده يعني اي السد العدلي هتمر بي لازم تعمل الحركات دي عشان تفق معاك وفي نهاية الفيديو اتعادكم الفيديو اشتركوا وعمل ايقات وتعليقات حلوة معاك تبعي القرص شكرا